أقول أبي الله تعالى التوفيق هذه كلمة عزاء وموسى لحادث جلل حصل في مدينة مجاورة لنا فقدر الله أن مات فيه في هذا الحادث غرقا ما يقارب الثلاثين شخصا وآخرون في حالة نسأل الله نتمم عليهم العفية فأقول مذكرا نفسي وأهل الميت وأهل الإسلام وكان أمر الله قدرا مقدورا وأقول لأهل الميت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقولوا كما علمنا الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فلا تضيعوا أجوركم بمخالفات للشريعة قولوا ما علمتم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أن المصائب مكتوبة في كتاب قبل أن يخلق الله النفس إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تندموا على شيء فات ولا تقول ليته لم يخرج أو ليته خرج إن ربنا قال في كتابه الكريم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير واذكروا قوله تعالى أيضا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه فوطنوا أنفسكم على الإيمان بالله وتحلوا بالصبر واذكروا قول ربكم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقول ربكم سبحانه كل نفس ذائقة الموت وقول ربكم سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون فاعلموا أن الموت آت سبحانه وتعالى في كتابه ولقد مات أبونا الكريم وقال الصديق من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات في أهل الإسلام أنتم تفرقون عن غيركم الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا لكم لتهتدوا به فتمسكوا بكتاب الله قولوا كما قال الرسول عند موت ابنه إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون أهل الإسلام إن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم الكافر إذا خرج أخوه في سفر أو في غزوة فمات يقول ليته ما خرج ليتني منعته ويتندم هذا التنديم عقاب ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم ولكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ونقول لكل أجل كتاب وما كان الشاب الذي مات ولا الفتاة التي ماتت لتعيش يوما واحدا ولا ثانيا فوق الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقد قال تعالى في كتابه الكريم هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم موت تفته رسلنا وهم لا يفرطون وهم لا يفرطون فكل له أجل كتبه الله وقدره الله سبحانه وتعالى ولن ينخرم هذا الأجل أبدا والله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ممكن يموت الشخص هو نائم روحه وهو نائم نفسه تخرج يمسكها الله إذا أراد أن يقبضه وهو نائم فيموت وهو نائم أما الذي لم يأتي أجله يرسل نفسه كما قال تعالى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فلا تحزنوا أو عفوا لا تقولوا كلمة تغضب عليكم ربكم يكفيكم ما أنتم فيه من مصاب فحتى تغنموا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى اصبروا وتصبروا واسألوا الله العونة على الصبر وكما بدأت أقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واستعينوا بالصبر والصلاة ابن عباس كان في سفر فأته خبر أخي قثم بن عباس أنه مات وكان شبيئا برسول الله عليه الصلاة والسلام فانعزل عن الركب وقام يصلي فقال له رجل يا ابن عباس تصلي وخبر أخيك قد جاءك فقال سبحان الله ما أنساك لقول الله تعالى ما أنساك لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إخواني وأخواتي أهل الأموات احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى لقد قال ربكم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أحسن من قال فالموت كأس وكل الناس شاربه على السوائبه بد وحضار وبعد ذاك مقام للحساب غدا لينفع المرأة عند الموت إعزاروا فاصبروا واحتسبوا ولا يخف عليكم لا يخف عليكم لا يخف عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والغريق شهيد أو والغرق شهيد فهم نالوا إن شاء الله أجر الشهادة للغرق وأجر الشهادة للهدم فالمواصل انقلبت بهم في فرعة فنالوا الأجرين إن شاء الله أصحاب هدم وأصحاب غرق نسأل الله أن يوسع لهم في قبورهم وأن يفسح لهم فيها وأن يفتح لهم أبواب الجنة يدخلونها بغير حساب نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن ينزل على أهليهم السكينة والإيمان والصبر الصبر فالمسلمون المؤمنون من شأنهم الصبر عجبا لأمر المؤمن إن أصابه خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته صراء شكر فكان خيرا له والنحرص جميعا على ما ينفعنا في ديننا ونصيحة لأبنائنا من الشباب لا يظن ظن أو لا يخدعن الشيطان أحدكم فيقول إنك ستعيش كثيرا توب بعد ذلك أنتم ترون الذين توفهم الله وقبضهم إليه كلهم شباب وفتيات في ريعان الشباب وفي عنفوان الشابات فكل يعمل لآخرته ويصلح حاله مع ربه سبحانه وتعالى ويتحلى بالخلق الكريم الحسن مع خلق الله فرحمة الله على الأموات رحمة الله على الأموات أسكنهم الله فسيح الجنان ووسع لهم في قبورها وأفسع لهم فيها ونسأل الله أن يجعلهم يأتيهم من طيب الجنة وريحانها اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وأنزل الله السكينة والصبر على أهليهم اللهم آمين ورزقنا الله التوبة والإنابة إليه قبل الممات اللهم آمين أحسن الله لنا ولكم الختام هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله وبركاته أحسن الله وبركاته أحسن الله شكراً لهم